أحمد مباراة بكرة بشكل واضح لها تأثير كبير جدا على التأهل للمرحلة الإقصائية كلمني عليها وكلمني هل في مفاجآت ممكن تحصل بكرة على مستوى النتائج؟ يعني طبعا هي من الناحية الرقمية كل شيء وارد ولكن الأرض بتنحاز للمنتخبات الكبيرة في مدش بكرة وده شيء ممكن يخلي حامش المفاجآت قليل شوية كابت ولكن من أربع مواجهات حاسمة ممكن تطلع واحدة تعمل مفاجآة كبيرة بالذات فيما يتعلق بمنتخبات التصنيف الأول اللي هي الجزائر وتونس ونيجاريا لأنه احنا كمان من ناحية منتخب مصر نحن نحتاجين منتخب من دول يتعثر أسألك يا أحمد يعني فيه جدل كبير جدا وكلامه واحنا حتى بنقول آه يعني دايما التصنيف الخمسة الأول بيفرق في التصفيات الأخيرة من الوصول لكاس العالم شايف أن دوت حقيقي حيأثر على منتخب مصر أن احنا نكون في المرحلة التانية أو في التصنيف التاني وينقابل فرق كبيرة ولا أنت شايف أن لأ احنا قادرين حتى لو هنقابل منتخبات زي الجزائر المغرب السنغال احنا قادرين نوصل لكاس العالم ولا أنت شايف الجزئية دي ازاي بس جابت فيه إجابة نموذجية وفيه إجابة منطقية قولي الإتنين الإجابة النموذجية أن احنا منتخب كبير وهنعرف نقابل أي حد في أي حتة وكده ولكن المنطق أحيانا وده مش عيب ينحاز لفترات معينة لمنتخبات معينة فإحنا مش من مصلحتنا ومش من مصلحة الجيل الحالي للكرة المصرية اللي للأسف عانى في وقت كبير جدا من غياب الجماهير وما يعرفش إلعب تحصل لهم كبيرة مش من مصلحتنا أن إحنا نلعب مطش عودة تقديم فرقة زي الجزائر أو تونس أو المغرب باختصار شديد عارف لو كان العكس لو كنا إحنا متأهلين أول وهم التلاتة في التصنيف التاني وللعب مطش الأخير في مصر كان ممكن تبقى العملية أقل تعقيدا ولكن مع الفارق الفني اللي لازم نعترف به بين الجزائر والسنغال في ناحية والقرة كلها في ناحية تانية مبدئيا وبالذات على المستوى الجماهيري بين الجزائر والمغرب وتونس وبين الكرة المصرية واستجابة اللاعبين للضغط الجماهيري بالذات المحليين في الوقت الحالي لأن معظم اللاعبة دي حضرت مطشاط على عدد أصابع الإيد تقدر تعدها قد الجماهير فما بالك بأقوى ضغط الجماهيري ممكن من أقوى الضغوط الجماهيرية في العالم أنك تلعب منتخبات شمال أفريقيا في شمال أفريقيا بالذات لما يكون ضد منتخب مصر وبقى فيه شحنة جماهيري وبقى فيه تاريخ وإرس من المعارك الكروية بين قوسين فأعتقد لأ أنه إحنا قدر الإمكان محتاجين أن إحنا هدية تيجي من منتخبات التصنيف الأول نطلع تصنيف أول معهم وده مكان الطبيعي لمنتخب مصر نلعب مع منتخبات مش أقل قوة منتخبات قوية جدا لما نقول سحل العجوي الكاميرون في التصنيف الثاني ومالي منتخب قوي جدا في التصنيف الثاني ولكن هيكون الماتش أقل تعقيد وأقل شحن لأنه كمان من هنا لحد شهر مارس في حرب إعلامية ممكن تقوم بين المنتخبات العربية العربية طبعا حرب إعلامية حميدة في الكورة ولكن اللي أقصده أنه لا يعني من أجل مباراة محدش يختار ماتش صعب وماتش سهل ويختار ماتش الصعب لا عادي وده مش عيب يعني ما يعيبش الكورة المصرية أنا باتفق معك تماما في اللي أنت قلته في وقت من الأوقات للأسف إحنا آه طبعا اسمه مصر كبير جدا في قرط القدم لكن في وقت من الأوقات بيبقى ساقفة طموحنا أكبر من الامكانات الموجودة مش عيب أن احنا نقول دلوقتي على سبيل المثال أن المنتخب الجزائري فنيا أفضل من المنتخب المصر ما يعبناش في حاجة بالعكس ده بيدينا حافظ أن احنا لازم ده أفضل فنيا لنا أن احنا نقول كده بالزبط بربع عليك الشيء الأسوأ أن احنا ندخل ماتش مع الجزائر دلوقتي ونقول أن احنا 50-50 بربع عليك لا احنا ممكن نقول أنهم 60-40 ونعمل أن يبقى في الخوف اللي احنا بنتكلم عنه في كورة القدم اللي بيخلي اللعب المصري يطلع أفضل ما عنده لأنه هو من الناحية الثانية مشحون جدا وهو لعيب قوي عندهم دلوقتي أكتر من 120 محترف في أوروبا الجزائر هم أقوى فريق أفريقي بدون نقاش فهو مش من مصلحة مصر نحن أن يتواجه منتخبات الصف الأول بالذات أنه ماتش العودة هيكون هناك واستدهول جماهرية وإحنا مش مؤهلين لها حصل معنا تفتكر طبعا الجيل الكبير والجيل العظيم لكافة الحسن شحاتة ومبارات الجزائر ماتش المدرمان خرج من الكورة خارج لأنه خرج من الكورة مع أننا كنا أفضل بكتير على مستوى الإسم وكانت لعيبة متمرسة على مستوى الجماهير ولكن كان ضغط مش طبيعي كنا كلنا نتمنى أن يبقى فيه منتخب من أفريقيا السمراء اللي بنلعبه مكان الجزائر في الوقت ده عشان يكون الموضوع أقل تعقيدا فده الفرق اللي قلت لحارتك بين إجابة موزاجية وإجابة منطقية